طبعا وبعد فضل الله عز وجل أنا أشكر من هنا يعني أشكر الوالد والوالد أزامه الله خير أنهم فعلا ودون على المدينة والسعودية وما كملت حياتي في سويسرا يعني إذا جيت على الأساس والسبب الرئيسي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمانوا بالنيات وإنما لكلهم رئيما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فكانت النية الأسمى والأولى هي الهجرة من بلاد سويسرا إلى بلاد مسلمة نتربى فيها على الإسلام وعلى الدين وعلى الشريعة يعني الوالد والوالدة أسلموا في سويسرا أي نعم الوالد كان مسلم الحمد لله الوالدة أسمته عمره عشرين سنة تقريبا سئلف لنا عن الوالدة شلون أسلمته قصة إسلام الوالدة وعيد مهمة هذه عسا الله يرزقنا برها وللهم يرحم أمواد أمهات المسلمين والله طال عمرك الوالدة كانت نصرانية وهي من عائلة نصرانية أنا جدي وجدتي وخوالي وخالاتي إلى الآن نصارى عسى الله يربي شرح صدره اللهم آمين الوالدة كانت تروح كالعادة يعني يروحوا للكنيسة تقريبا كل أحد نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع يروحوا الأحد وخلاص تيجي عند القسيس وتبدأت تتكلم أنت شينه سويت خلال الأسبوع الاعترافات ترى شينه هذه ما تعوب عليها ترى نعم انتظر تعليقه يعني أنت شينه الأسياء السيئة اللي سويتها الذنوب تعترف للقسيس فالوالدة كانت تيجي يعني زي البقية كلهم يعترفون بعدها القسيس يدخل يقول أنا أتكلم مع الرب وبعدها يخرج يقول لك خلاص مثلا صلي ركعتين ادفع المبلغ الفلاني وخلاص نعم ويعني تقبل التوبة حقتك وغفر الذنوب فالوالدة يعني قالت مو طبيعي يعني أنا أذني بالأسبوع كامل و أنا مستورة بستر الله و ما حداري عني ثم أجي وأفضح نفسي عند هذا خليني هالمرة أروح لمه وأكذب أعطيه كلام ما هو يعني شيء ما صاري تقول جيت عنده وعطيته كلام وسوليف يعني ما سويتها فقال لي دقائق رجع قال لي خلاص الرب يقول سوي كذا ويدفع المبلغ يعني والله غفر لك هنا الوالدة ضرب فيها الشك يعني قالت الآن أنا معقولة أكذب عليه وما يعرف أني كذبت هنا فيه شيء غلط يعني فبدأت تبحث في الأديان سبحان الله إلى وصلت إلى دين الحق اللي هو دون الإسلام ترجمة نانسي قنقر